ألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة كلمة رئيسية في افتتاح منتدى المواطن العالمي المنعقدي في رأس الخيمة اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسم ولي عهد رأس الخيمة ومشاركة نخبة من صانعي القرار بمن فيهم فخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا ومعالج ويل تايلور نائب رئيس جمهورية ليبيريا وماثيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وأشار سموه إلى أن المنتدى يأتي بالتزامن مع محطات فارقة ومحورية في مسيرة الإمارات حيث تحتفل الدولة بعيد الاتحاد الخمسين وتستضيف دبي معرض إكسبو العالمي وتستعد الإمارات أيضا لاستضافة مؤتمر كوب 28 في العام 2023